اشتركوا في القناة بتهريب أسلحة هذا بحد ذاته ترى إنجاز طبعا بصرف النظر أنه العدوان تم رفع الحسان عنه من مجلس النواب وقدم لمحكمة أمن الدولة في الأردن للمحاكمة فهو بالنهاية مواطن أردني وهذا المواطن خالف القانون والأهم أنه يحاكم بالأردن وحسب القانون الأردني ومن وقت الإفراج عن النائب اعملت رصد لردود الفعل الغاضبة من قبل الإعلام الإسرائيلي وبعض المسؤولين الإسرائيليين والصحفيين هناك والصحيح أنه شكل نبأ الإفراج عن النائب الأردني ردود فعل صاخطة وغاضبة على حكومة نينتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وبلغ الوصف أنها حكومة عار وحكومة خرقاء وضعيفة وقالت القناة 14 أن الحكومة الإسرائيلية استسلمت للضغوط التي مارستها الأردن وقال وزير ما يسمى بالأمن القوم الإسرائيلي إتمار بن غفير أن قرار الإفراج عن النائب الأردني خطأ استراتيجي وكان لابد أن يحاكم ويسجن لسنوات عديدة في إسرائيل وفيه كمان من ردود فعل الإعلام الإسرائيلي أن حكومة نينتنياهو هي حكومة يمينية خرقاء وأن الأردن لعب فينا لعب بدل ما تعدو بالتابوت حكومة ضعيفة عرجاء بعيداً عن ردة الفعل الغاضبة في المجتمع الإسرائيلي على نجاح الأردن في إعادة النائب بدي أوضح شغلة مهمة رفع الحصانة ومحاكمة النائب العدوان لا يعني شغور مقعده لأنه يحاكم الآن وممكن ما تثبت التهم عليه ويبقى مقعده شاغر لمدة عام كامل حسب قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وأعتقد أن ملامح التكتيك المتبع من قبل الدبلوماسية الأردنية هي التمسك بالهجوم السياسي والقانوني وأعتقد أن الجهد الأردني صب في قضية النائب على حشر الكيان الغاصب للأرض وأنه بالأصل كيان غير شرعي حتى أنه أقنع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن هذه القصة سوف تسبب له مأزق إقليمي ودولي وإعلامي في حال تعنت الاحتلال عن الإفراج عن النائب العدوان ولا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية قادرة الآن على فتح صراع سياسي مع الأردن خاصة أنه الكيان لا يمتلك حدود قانونية ودستورية معترف بها دوليا في منصات كنا السباقين في التحليل وأكدنا قبل أسبوع من خلال برنامج الزميل محمد أبو عمر بالعربي أن العدوان سيحاكم بالأردن وهذا الفيديو الذي تم بثه قبل أسبوع من الإفراج عن النائب العدوان سيتم ترحيل النائب الأردني عماد العدوان من إسرائيل إلى الأردن حيث سترفع الحصانة البرلمانية عنه وسيتم استجوابه ومحاكمته في الأردن بتهمة تهريب الأسلحة المحصلة النهائية أن الأردن أبدع بإدارة هذا الملف ونرفع القبعات للدبلوماسية الأردنية التي عالجت الموضوع بهدوء ورزانة وأعادت ابن الوطن لحضن الوطن بمدة قصيرة جدا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة